أيادي ناعمة تقف مدافع عن الكويت ما خافت ولا حتى رجفت جدامها الفيروس اللي هز العالم كله صاروا في المقدمة في خطوطه الأولى عشان يفحصون أبناء الكويت اللي تم أجلاءهم اليوم رح نتكلم عن هذه الأزمة وهذه الجهود اللي قاعد يقومون فيها كل العاملين في زارة الصحة وبالأخص العاملين في إدارة الطوارئ الطبية كمسعفين واللي اليوم يشوفوا قاعد يبذلون جهود كبيرة عشان يطمنون على سلامة أكيد عيالنا اللي قاعد ييون من خارج زولة الكويت رحب معاكم مريم ناصر عطالة ممر الطوارئ طبية طب حليس بالخير مريم نين صباح النور ونورتنا أنت اليوم نبيتي تسلمين يا رب يعني إحنا نتشرف أن نشوف من أبطالنا اللي فعلا إحنا قاعد نشوف بعض الفيديوهات البسيطة يمكن قاعد تاخذ أقل من دقيقة وإحنا نشوفكم مشلون أنتوا فعلا واكفين وحبكم للكويت ورغبتكم في العطاء لا خلاكم تخافون ولا تحاتون شيء وإن شاء الله ربي يحفظكم لكن مريم نحن عرفنا أنت قررت أن تكونين مسعف أو متخصصة في الإسعافات في الطوارئ الطبية أنا مسماي الله يسلمت ممرض طوارئ طبية كانت خصوصي بالبداية تمريض بعدها نفتح للمجال أني أنا أنقل فنقلت فصرت ممرضة طوارئ طبية يعني مسعفة من أول ما بلشت هذه الأزمة من الأساس شغلت في المطار صحيح يعني ما فرق عليك مكان دوامت لكن أكيد الإجراءات تفرقت وتغيرت الآن في إجراءات كثيرة يمكن قاعد يحاولون كثير ما يجبوني يحفظون على سلامتكم في البداية قبل سلامة الرادين صحيح شون لو بس تكلميني شون إجراءاتكم ومستعداداتكم في كل مرة تستقبلون فيها طيارة الإجراءات اللي هي تكون الوقاية والسلامة المسعف كبداية يعني اللي هو اللبس الوقائي الكامل من ناحية الفول قاون الكامل يحمي ملابسه من ناحية الهيد كفر ويغطي الراس من ناحية الفيس شيلد اللي هو الكفر مع التحت يكون فيه ماسك واللي غلافز ومكرم السامع اللي هو الشوز كفر فهذا الحماية الكاملة تكون معه طبعا سهل بالوقاية اللي هو الغسيل والتعقيم الكامل بعد ما يتخلص من اللبس الوقائي عادة هذه الاستعدادات تأخذ منكم مش كسر يعني أنتم مطلوب منكم تكونوا موجودين في الميدان أو في الموقع قبل مش كسر وش كسر تمتد ساعة العمل عادة الحين في هذا الوقت تقريبا نحن نكون موجودين متواجدين مستعداد تام قبل لا توصل الطيارة تقريبا عشرين دقيقة نحن لابسين ومتعقمين وجاهزين مستعدين ش كثير يستغلق الوقت طبعا يختلف الطيارة نفسها جم مسافر فيها يعني ياخذ تقريبا من ثلاث ساعات ونص لأربع ساعات على حسب عدد الركاب اليعين نعم بس ما يسبب الاشتعب مريم يعني احنا هذا دائما الحاتي ونفكر في ما يتعبون هل لهم عندهم فترات استراحة يريحون فيها هم اللبث مجرد الشعور ان انتوحين قاعد تشرحين وقاعد تقولي والله انا لازم اعقم والبس وحط وكون حريصا ان كل شيء عشان لا انا اتعرض للاصابة ولا ايضا انقل مثل اسم اللي عليك ان شاء الله رب يحفظك فهذا نفسيا استعداده شون قاعد يكون مو تعب لا اتعب تعب وايد خصوصا اذا صار توت يعني الطيارة خلصتي منها ما تقدرين ترجعين للمركز يدوب يصير في تعقيم سريع يدوب تغيرين لبس اشنان احنا نغير لبسنا اللي هو اللبس الوقائي من طيارة لطيارة كناس ثابتة بالموقع بس كالي هو المسائل المسعفين اللي ينقلون لا بعد كل مريض ينقل او كل منقول يغير لبسه بتينا تقولين تعب تعب وايد بتينا تقولين اللبس وايد ساعات يمر علينا ايام حارة راه تيكون حار علينا طبعا بس انه محتاجة نشتحمين نفسك فتطرنش تحملين التعب تتحملين الوقفة تحملين اللبس الحار ليلة عدي ان شاء الله يعني احنا قاعد نشوف اللبس يمكن انت قاعد تشروحينها واتخيلنا بهالمنظر وفعلا يمكننا قاعد ندوش على فصل صيف توقع درجة الحرارة قاعد تكون يعني عالية وفعلا غير التوتر والضغط النفسي فمبالت ايضا قاعد تتعاملن في هذه الظروف يمكننا من الاشياء اللي ودنا نعرفها من نش مريم باعدنا شنو الحالات اللي قاعد تتعاملون معاها كل الليون يمرون عليكم انتوا اول ولا انتوا يعني شون طريقة بس خنعرف شون تتعاملون مع كل شخص انا شرحت لك بالبداية او بالفيديو اللي حطيته بالبداية ان احنا توكى مطوارئ طبية متواجدين في نقطتين بالمطار النقطة الاولى عند باب الطيارة او عند سلم اللي ينزلون من المسافرين حيث اي مسافر واصل عنده اعراض طبية او عنده محتاج استدعاء طبي او عنده تاريخ مرضي شديد يحتاج تواجد الاسعاف للنقل فتكون موجودة الاسعاف ومو اسعاف واحدة كذا اسعاف موجودة عشان ينزل المريض مساعدة الطاقة مثل الاسعاف ينزل المريض عشان ينقله لخيام او عفوا قاعات الفحص عشان يفحصونهم بعدها ينقل المريض مرة ثانية لجهة اللي قررين انه ينحجر فيها يعني حتى اذا ما كان عليه اي بوادر او اعراض هم رح يمر في هالاجراءات كلها يعني كلهم يمرون بهالاجراءات الفرق اللي يختلف عنهم المريض او المصاحب لأعراض مرضية شديدة ينقل بطريق الاسعاف اما المسافر الواصل اللي هو مشتبه فيه لحما تم الفحصها ينقل اللي هو بالباصات اللي موفرينها زي مريم يعني انت موجودة من اول ما ينزل من الطيارة ليه من يخلص اخر نقطة من الفحص لما ينقل لما يركب سيارات السعاف لما يركب سيارات السعاف ويتوكل على الله يودون على حسب اذا هم وين فارزين مثلا ما تفضلت على اي محجر اي محجر نزلنا الحين هذي فترة المعنات الحين احنا عشان تصور بس كمية الشغل مع كل شخص مثلا انتو كممرضين طوارق طبية تقسمون الحالات نفترض مثلا طيارة ما ندري فيها خمسين فيها امية فيها ثلاثمية هل كل شخص مثلا يتم مكلف انه والله انت لازم تتم في هذا اللبس وتفحص لك مثلا اثنين اثلاثة بعدين لازم تروح وتبدل شكسر هذا الوقت اشان انا اشرح لك اوضح لك اكثر احنا كمسعفين مو احنا اللي نقوم بالفحص احنا كدورنا نقلت لك نقدم المساعدات الطبية فتوزيعنا في في ناس ثابتة بالموقع في ناس تنقل اتعقم وترجع اللي ثابت بالموقع ما يقدر يخلي يعني يروح ويرجع لا موجود من اول ما توصل الطيارة لانه نتخلص اخر طيارة مو الطيارة الوحدة لا اليوم مقررين من كم طيارة كموجودين طيارات كلها عدد الطيارات يعني احنا في السابق حسب على اننا لا كل طيارة يتم تخصيص فريق لها بس يخلصون من اعداد الركاب اللي عليها يتبدل ويصير في فريق ثاني لا لا في فريقنا احنا واحد بس كل واحد موزع مهاما فيه ناس تكون عند باب الطيارة فيه ناس تكون اللي هو تنقل فيه ناس موجودة حق اللي هي حصائيات الحالات اللي هو تسونا حصائية الحالات مع الأسامي مع هذا وفيه اللي هو يكون مشرف أو ينظم اللي هو عملية ترتيب السعافات وبالدور ومن اللي يطلع تقريبا لو تعطينا مريم يعني اش كثر ياخذ مثلا كل طيارة ندري وأكيد اذا طيارة فيها مثلا سبعين غير عنلي فيها ميتين غير فيها ثلاثمائة بس عادة اش كثر ياخذ وقت من أقل أطول فترة اشتغلت فيه خمسة أيام اللي طافت خلينا نقول بالميت خذينا ثلاث ساعات ونصف عليك الطيارة على الطيارة الوحدة ثلاث ساعات تقريبا والإعداد اللي فيها وانتوا قاعدت تسوون هذا كله اللي قاعدت مشوف اينا فتصير طيارة وراء طيارة عرفت يمكن يكون البريك فيها يعني البريك يكون مجرد علامات خلصين بس هو تعقيم يعني نزلوا الركاب كلهم خلصت أول قاعة دورها لأنه هو تسجيل بيانات آخر قاعة الآن قاعد يفرزون فالقاعة هذة اللي قاعدون يعقمون عرفت طبعا هما التعقيم شقال بين كل مسافر ومسافر بس أنا أقصد التعقيم الكامل بالنهاية على ما يخلصون آخر اللي هو العمليات الفرز يفضون آخر قاعة تفضى يكونوا هنا وصلت القاعة الأولى فقاعد ينزلون هنا يكونوا يعقمون على ما يبدلون على ما يتجهزون كلهم نزلحنا شفنا زيين في شيء لونه أخضر وفيه لبس الوقاية كامل وفيه الثاني الكحلي شالفرق هو الكحلي اللي أنت لابستها صح؟ كحلي لبسنا هذا هو هذا لبسكم العادي صحيح الأخضر هذا لما أنت تبت بلشون خاصة الوقائي هذا الوقائي الحماية هذا اللبس يكون العادي مع المراعات اللي هو الفست مع الأمن والسلامة عساس سحات المطار لبس الطوارئ الطبية الكحلي العادي أما اللبس الثاني اللي يكون اللي هو الأزرق اللي هو سميحنا القاون القاون وهو اللبس الوقائي الكامل اللي لما تخلصين من الطيارة الأولى تريد أن نقطينا عشان تقسين التعقمن وتريد أن تلبسين واحد ثاني عملية التعقيم يعني أكيد أنتم حريصين ومطلوب منكم الحرص على سلامتكم أنتم وصحتكم بعد هذا اللي بعد ما تخلصون أو خنقول أنت بعد ما تخلصين عملية التعقيم هذه عادة تأخذ منش مثل الأيام العادية يعني أكيد أنتم وشغلكم تعودين دائما تعقمون وتحرصون أنتم انظاف لكن الحين دبل أتوقع صح؟ فرقت معاكم المواد اللبس الإجراءات نفسها الخطوات شوفي إحنا بالبداية بالقسم الإسعاف لما يكون قبل موضوع كورونا فيه نقل لأي مريض أو أي استداءاء طبي يبلغون ترى المريض عنده مرض معدي فيتطلع له سيارة اللي هو السيارة اللي مالت منع العدوى ويكون المسعف لنها بس نفس اللبس بس مع كورونا لا صرنا الكل يلبس لأننا كلنا ما ندري من المشتبه فيه من المصاب رسمي من هذا عملية التعقيم فيه حرص بزيادة راتي نخاف أكثر إذا نحن بنقول تعامل للناس ويمكن الناس اللي مومت عودة التعامل بشكل مباشر مع الناس كلها تقول شدوهم قادرين يتعاملون مع نفسيات الناس فمن بالك الآن في هذا الظرف وهم يايين أساسا من الغربة واللياي على ما يال الدور وناطر بس يوصل الديرة وهم هو رح يمشي بإجراءات ثانية ولا حتى رح يشوف هل بينقل لمكان ثاني حتى هذا مريم ياخذ معاكم جهد إضافي غير أن أنتم بتأدون عملكم مظلم منكم أيضا يعني الصبر ورحابة خنقل مبتسمين فطريقة تعاملكم مع الناس وإنتوا قاعد تحاولون تهيئونهم لهذه الإجراءات شو لون والناس شو قاعد تعامل معاكم شوفي أغلب الناس خنقل يعني نسبة كبيرة منهم خوف فلما ييتش مسافر هو خايف ما يدري نوع الفيروس شون مدى خطورته إجراء ما يدري شونه رح يصير له رح يكون خايف أنت يصير دور إيش دور الأم اللي يطم من عيالها شون أو الأخت العودة اللي يطم من أخوانها وخواتها كونتش أنت فاهمة بالمجال أكثر منه أو أنه وعية أو مرت عليك حالات أكثر منه فالدور أول شيء إنه طمنينا تحدينا مع كل العافية إن شاء الله شدة وتزول أزمة بسيطة وتعدي وتحاولين الطمنينا أنه يعني شونه الإجراء رح يصير بالضبط عرفت عيه فهذا اللي رح يصير نعم نحن اليوم نستغل وجود شمعنا مريم أنا ما شاء الله نحن يمكن الحين وساعة التواصل الاجتماعي ما تطوف شيء لا الزين ولا الشين فأحنا اليوم بنصلط الضوء على الزين والإيجابي وهذا اللي نحن نبيه عشان إحنا نطمن عليكم حتى لو إحنا ما كنا نصير لكم لكن إنتوا عيالنا وخواتنا وإخواننا فإحنا كنا نقع نشوف بعض الصور يمكن مريم لتش مثلا عندنا هذا الصورة جميلة جدا يا مريم إحنا نقع نشوف أنت قاعد توكلين زميلة لتش في أثناء ساعات العمل يعني شونها العلاقة اللي قاعد تصير بينكم الآن قاعد تشتغلون يمكن ساعات وتشوفون بعض أكثر وما تشوفون هلكم صحيح نحن تغريبا قاعد نتوازد بالما بعض حروة أثناء الساعة حق الطائرات هذه الصورة زميلتي دلال هي معقمة بشكل كامل مثل ما تشوفين بيدها البورد اللي هو عشان إحصائيات اللي تأخذ اللي هو الجواز المسافرين إحصائيات الأسامي راح تكون عند بوابة النقل فالبنت إذا الله خير تعقمة وجاهزة ككل إنها ما تلامس شيء وما أحد يلامسها عساس النقل للعدوى فأتعبت خير نقول حاشها يعني مو هبوط محتاجة تأكل شيء عشان بس شوي يفرفش معها أو أن تنتعش عشان أتكمل يعني حلو لما نشوف هذه المشاعر بينكم وحرصكم على بعض يعني غير أن أنت وكل وحدة فيكم بتحاتي نفسها وإن شاء الله يا ربي ما يحوشها شيء لكن أيضا أنتوا حريصين على بعض أن أنتوا كلكم تكونوا بصحة وأن أنتوا قادرين يتكملون هالساعات مثل ما ذكرت 12 ساعة بعض المرات يمكن قاعد تكونون تشتغلون مع بعض في صورة ثانية إذا نقدر نشوفها بعد لمريم إذا في مجال قاعد ترفعين علامة النصر مريم وفي ناس يقول تشبحين الصفوف الأولى وهم الخط الدفاعي الأول بالنسبة لنا كلنا وحنا نعتمدين عليكم وقاعدنا ندعي لكم نتماعكم الصحة والعافية لما نشوفكم ظل هذه الظروف الخطرة اللي محد يتجرى يمكن يسويها لكن أنت قاعدت فين علامة النصر يعني شعورت يعني مريم شوفوا هو يعني ما أقول لك أننا نحن مكان خطر وشي خرع بس ما أقول لك الموضوع كثر ما هو حزين لا 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 فيه روح مرحة ناس تحاول يتخفف على بعض ابتسامة شيء مطلوب فلما شفنا المصور قاعد يفتر بيننا يعني صبت من بعيد إنه وقاعد يصور فصار فيننا إن شاء الله رح تأزمة وتعدي هذه رح نمتصر أكيد نحن متأكدين بوجودكم وحرصكم على سلامة الجميع رسالة أخيرة ودستواجينها مريم أنا ما أريد أن أخلص معاتش اللقاء لكن ندري أنتي ما أنا منها بعد أن زيدتش زيادة التعب ولا مجهود فتفضل إذا أحبت وجهي الرسالة أو كلمة أخيرة رسالتي عبارة عن شيء رسالة الأولى حرص شدد على الناس التزموا بالبيوت لا تطلعون ولا تحتكون ولا تخلطون عشان سلامتكم وعشان نحن والشيء الثاني أبي أشكر كل اللي موجودين بقاعة المطار سواء طيران مدني سواء داخلية سواء مطافي بالصحة زملائنا بكل النواحي وبالأخص خالد الخباز رئيس اللي هو قاعد منطقة فروانية رئيس قسم المطار اللي هو بدل مرهون محمد الخباز الفروانية ناس موجودين على أكمل وجه في كل طيارة بشكل ثاني أشكر الناس اللي قادة مكانها ملتزمة من الحجر ويقولون أنتوا ليش ما تشكرون لأن أشكركم أنتوا ناس حسيتوا بالمسؤولية ساعدتوا أن أنتوا التزمتوا بالبيت فهذا كل الشكر لكم أنتوا بالذات يعني والله إن شاء الله يعديها وما دم علينا تطول من شدة إن شاء الله يا رب إن شاء الله وربي يحفظكم وسلمي على أخوان الشخوات اللي موجودين معاتش في الخطوط الأمامية فعلا أنتوا العين الساهرة اللي قاعد تحرزون إنها الفيروس يتم احتواء وما يزيد عندنا بدلولة الكويت قواكم الله وربي إن شاء الله يحفظكم ويبارك لكم فعماركم يا رب كل الشكر لشي الممرض الطوارئ الطبية مريم ناصر عطلة على وجودتش معنا ربي وفقتش إن شاء الله إن شاء الله في ميزان حسناتش للصحة والعافية يا ربي من بعد الفاصل رح يكون معانا فقرة رح نتكلم فيها أو ضيف رح نتكلم عن مدى مساعدة الجمعيات الخيرية لطلبتنا في الخارج اشتركوا في القناة